نحن نتحدث عن الوطن في اليوم الوطني تعرفون أنه في الوسط وفي المجتمع الرياضي كثيراً ما نسمع كلمة الوطنية تقحم في أماكن ليس لها علاقة بالوطنية ونستخدمها متى ما بغينا ونشيلها متى ما بغينا مثل هاشار اللي أنا لاب سيئ متى ما بغينا لبسناه متى ما بغينا نشيله هذا في المجتمع الرياضي نتكلم عن هذا الموضوع في هذا التقرير اشتركوا في القناة لا يكد يخلو حديث إلا وتقحم الوطنية فيه بمناسبة وأحياناً كثيرة بدون مناسبة كلمة حولها جهلاء إلى سلاح يطعنون به مخالفهم كلمة ندس بها السم في العسل وقلاده نتوج بها من نشاء وننزعها من من نشاء ولا أدري إن كنت هنا أبالغ في هذا الوصف أم أنني لأمست الواقع وبغض النظر عن صحة التشخيص الذي لم أصل إلى تأكيده إلا أنني أكاد أجزم وعلى ذمة الشواهد أن كلمة الوطنية امتهنت في مجتمعنا الرياضي حتى أصبحت للأسف بلا قيمة بل إنها تحولت لثوب يلبسونه متى شاءت مصالحهم ويخلعونه إذا تعثروا بطرفه وهم يركضون هرباً من نواقصهم هذه حقيقة واليوم في يوم الوطن ندعو المواطن الرياضي للمحافظة على قيمه الوطنية وتحريم الزج بها في زوايا لا تليق بها وتحريم استخدامها في أغراض أقل شأن منها إنها الوطنية والتسامح فيها قضاء عليها بالتأكيد الوطنية تسامح فيها قضاء عليها وهل نبالغ في هذا الحديث أبو أحمد عندما نقول أن نتساهل في زج كلمة الوطنية وهذه المفردة في أحاديث رياضية كثيرة نعطيها اللي نبغى ونشيلها من اللي نبغى نحطها في المناسبة اللي نبغاها ونشيلها المناسبة اللي ما نبغاها هل نبالغ في هذا أم لا فعلا هو واقع برأيك دعني أربط بين ما تكلمنا في سابقا وبينما هو آتي بمقدمة بسيطة نعم أنه إلى وقت قريب ما كان عندما يسمى احتفالات اليوم الوطني لذلك نحن حديث عهد بهذا اليوم الجميع ومواكبة ذكرى التأسيس وتوحيد المملكة العربية السعودية نعم يفترض بل يجب عفوا يجب أن يواكب هذا العمل الجميل تأسيس من خلال المدرسة نعم من خلال المعلم من خلال المدرسة كمدرسة الجامعة الأسرة خطباء المساجد لابد أن تعرف قيمة الوطن من خلال مثل ما ذكر الدكتور سيرة الموحد رحمه الله وغفر الله نعم وبالتالي يكون هناك تغيير في المنهج والتعامل مع هذا الحدث الكبير وأهميته وتاريخه و ما يجب أن يكون عليه المواطن في هذا اليوم وكل يوم طبعا إذا أتيت إلى الرياضة وهي دائما تعبر عن أشياء كثيرة موجودة في المجتمع للأسف الشديد أحيانا تسمع تصريح من رئيس نادي أو مسؤول أو لاعب إذا شعر هو بالظلم مثلا ظلم تحكيمي أو ما إلى ذلك يظهر عن الهواء يقول اليوم عمالي الحكم أو عملت من قبل اتحاد القدم تحديدا أو لجنة ما وكأنني غير سعودي وكأنني بمعنى يعني أنه لو كان الفريق هذا اللي يلعب غير سعودي حلال ظلمة تصل إلىها مرحلة في التفسير والتعبير فلذلك هو لا يستشعر قيمة ما يقول للأسف الشديد الوطنية تمس بالكلام وتصل إلى الفعل للأسف الشديد في مجتمع الرياضي حديدا وأنا أستغرب منه كثيرين حتى ألمين يعني عندهم إرث كبير وثقافة وذا أنه يأتي الوطنية في تصنيفات في عمل في نقاش في حوار بينما نقول يفترض أنك لا تناقش أبدا في الوطنية ولا تمسها بأي شكل أو أشكال أنت أبحث عن موقع الخلل أطلب العدل أطلب الإنصاف لأنه مثل ما ذكر الدكتور وحيه كثيرا على أيضا كلامه جميل أنه نحن في مهبط الوحي في أطهر بقاع الأرض يجب أن نكون بالفعل قدوة في هذا الجانب طيب وهذا هدين يعني أنت تقول لا تقحمون الكلمة في الرياضة في كل جوانب أبدا في كل جوانب لا تقول أنت مس وطنيتي أو تتلع في الوطنية لا يعني أنت مثلا زي لي يقول لك أنا أشجع الواحد مثلا يقول لك المنتخب أنا ما أود أنه يفوز يعني نقول والله هذا إنسان ما عنده وطنية ولا واحد يشجع فريق غير سعودي ضد سعودي هذا ما عنده وطنية هذه كلها تقحم دائما لا هي لأنها هي نتيجة تعصب تعصب لنادي معين يمكن أن نعود على علاقة في الوطنية برايك هذا من العيوب الكبيرة حتى في زملاء قيادين أو زملاء يعني نقاد كبار حتى أكاديميين يطلعون أو يعني في المجتمع ككل لذلك أنا أعود وأكرر أنه المدرسة والبيت والمسجد شف خطباء الخطباء تخير لا علاقة بمجتمع الرياضي خلينا من المدرسة والبيت هذه كلها لا علاقة بالحياة العامة المجتمع الرياضي الإعلاميين هو يدخلوا هذه الكلام المجتمع الرياضي هو جزء من المجتمع بل يمثل حقيقة المجتمع في كثير من الأمور لأن الجانب الرياضي في كثير من الأمور كان قبل سنوات يقولون أن الرياضة هي المجال الرحب للحرية الأكثر أنك تقول ما تريد صحيح أغير المجالة أخرى يقولون أن الرياضة هي المتنفسة وحيدة يعني خلنا برضا أربطها بما ذكرنا قبل عن مثلاً الخروج عن نص من الشباب الرياضة هي المتنفس الوحيد للمواطن هذا يردد كثيراً عندنا لجب أن تبحث عن روافد لمتنفس المجتمع أن المجتمع كيف يتنفس في حياة العامة كيف يجد مجال رحب لإظهار حياته الخاصة للتعبير عن أشياء في قوام يخرج عن الإطار المألوء عن الروتين وما لذلك طيب لا بد مرافد أخرى لكن الرياضة دائماً تلبس ثوب ليس لها وحياناً تقحم وهي أنا أقول في الأخير هي تجسد الكثير من ما يحدث في المجتمع خلينا أسأل أبواء أو دكتور هل تتفق مع أبو أحمد بأن من افترض أن لا تقحم الوطنية في نقاشنا وحواراتنا الرياضية وأن توضع في مكان نقول في التقرير يقال بأن الكلمة الوطنية تذلت في المجتمع الرياضي أصبحت تقحم في كل مكان وفي كل حوار وفي كل نقاش اللي ما يشجع الفريق البلاني ما عنده وطنية اللي ما يحب المنتخب ما عنده وطنية اللي ما يساند فريق سعودي ضد غير سعودي ما عنده وطنية كل هذه الجملة نسمعها في حواراتنا الرياضية حتى على المستوى الرسمي نحن ما نتكلم عن مستوى الجمهور مع أي الجانبين نشوف والله لازم نحن بالعكس الوضع الطبيعي أنها تكون موجودة أو أننا فعلاً قاعد نستخدمها في غير مكانها أنا أيد الأستاذ خلف ملفي كما قالوا وهذا حقيقة المشكلة يا أستاذ عادل القضية الوطنية ليس كلمة المشكلة لذلك زي ما قالك ثقافتنا حتى خلينا أقول على ثقافتنا في الحب الوطن أصبحنا فيه يعني نتخبط حب الوطن ليس قول ليس كلاماً الحب الوطن فعل يعني ما تقول لي أنا حب وطني واني كذاب ولا غشاش هذا حب الوطن لكن مو معناه أن نقول حب وطني وقول كلمات وأجي في الليل الساعة اثنين وما في بوليس والإشارة حمر أقطع الإشارة يا سيد الفاضل هذه هي الوطنية عارف ليه لأنك أنت ما احترمت المسؤولين عنك ما احترمت وزارة الداخلين اللي حطت لك في المور إشارة حمراء أنت لو كنت في أمريكا والله لا تستطيع أن تقطعها وفي السعودية تقطعها أي وطنية دي هنا الوطنية أما أقحم عشان فلان قال ما أشجع الفريق أو ما أبغل في المتخب حتى يسر قحطاني بالعامة أقول لك لما قال فين الوطنية يا جماعة لاعب يقول أنا إمكانياتي نفسيتي خلاص نخلي تجردنا من الوطنية أو إيه تقول والله النادي الفلاني جردتك من الوطنية إذا الوطنية لا مؤاخذ أقول مبتزل لهذا الوضع مهم وطنية أصبحت ليس بوطنية ولكن علك علك في الأفواه عشان نتجنع الأخير الوطنية عمل وليس قول عمل في أمانتك في عملك تعطي عملك صح في محافظتك على بلدك يعطاء المقيم عندك والزائر يعني احتراموا عشان يحترم بلدك هذه الوطنية اللي نقول عليها طيب عموما تتفقون أنتم بأنه يجب أن تبعد هذه الكلمة أو ترفع توضع في مكانها الصحيح وتحترم بعيدا عن حواراتنا الرياضية عموما حديث بالتأكيد على الوطن لا ينتهي ولكن هذا الجلد خصصنا للحديث عن كل ما يخص يوم الوطن وبعد الفاصل بتقفل تفضلي يعني مثلا حديث الأمير نوم فيصل الأخير اللي في روتانا مع الأخب تركي العجمة أشار إلى أن الملك حفظه الله أمر يعني قص حطبنا قاسين أمر بحل مشاكل الرياضة وأن يجتمع الأمير نوم فيصل مع وزير المالية وحل المعويقات المشاكل لا مجال للنقاش لا مجال للعذار لا مجال لا مجال يسبق اليوم الوطني بفترة بسيطة جدا يتزامن معها دائما عودنا الملك أنه يدعم ويحاقق أمنيات ويحرص ويتابع عنده الإخلاص عنده الهم الوطني عنده الهم الأباء وبناته في الوطن بس أنا سأنتك وحمد في البداية عن رئاسة العاملية للشباب قلت لك أنه ليحدث الآن في الشوالع ليست رئاسة مسؤولة بطريق غير مباشر أنها ما وفرت أي وسائل للترويق للشباب وصل المرحلة أنهم مكبوتين يبغي يعبر عن شعوره عادل يجب أن تكون هناك دائما مثل أمور هذه اللي خارج عن إطاقها يجب أن ترتب مع الجهات الأخرى لكن بس أستكمل جزية بسيطة نعم أن تذكر لما صارت المكرمة الملكية وأعطى الأندية ماذا صارت ردة الفعل؟ الكل انتعش الكل تغير حال الرياضة بحاجة إلى فكر ومال في نفس الوقت هذا مطلوب الآن الأمين نواف نقولها بأمان الأمين نواف من خلال هذا الحوار ومن خلال بيانات الأخيرة ومن خلال قرارات الأخيرة يرسم الاستقبل كبير ونحن تشعر بأن الفكر موجود حالي ونحن الفكر نعم وحتى المال الآن من خلال أمر أمر الملك يعني ليس بعد ذلك شيء يعني خلاص لن نقبل عذار شو لن نقبل عذار لن نقبل حجج الآن هناك تواصل مباشر مبين الأمين نواف مع الملك هو اللي أعلنه لذلك العذار ليس لها مجال حفظ الله راعه وأمد فيه وحفظه إن شاء الله وطننا على الخير دائما والسمع والطاعة عموما بالتأكيد نقول كل عام والوطن بخير أعلام المملكة اليوم ترفرف في كل مكان كما يقول الدكتور وكما يقول ضيفي الوطن أو حب الوطن ليس بالكلام ولكن بالأفعال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر